السائل يقول ما حكم ضرب الزوجة بالمناسبة نتكلم أيضا عن حكم ضرب الزوج للأسف الآن نسمع وفي المحاكم وفي المخافر قضايا حتى الزوجة تضرب الزوج وهذا دليل على فشل الزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ما يحتاج المسلم أن يضرب أحدا والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا فقال الله في حقه صلوات ربه وسلامه عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجل الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف من أخلاقه كما قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم أنه ما ضرب امرأة قط ولا خادما ما يؤذي أحدا إلا أن يجاهد في سبيل الله فيقاتل في سبيل الله نعم ربنا جل وعلا يقول فاضربوهن لكن هذا الضرب كما قيل فيه أنه يكون للتعذيب لا للتعذيب فقالوا أن لا يشق جلدا ولا يكسر عظما أن لا يشق جلدا ولا يكسر عظما فحتى قالوا يضربها بمنديل أو بسواك يعني المرأة مثل ما تقول شيء نوع من الإهانة ليس يضربها بآلة حادة ولا بنعل ولا بيعني خشب غليظ لا حتى الحيوان لا يجد ضربه بهذه الحالة والناس بدأت تثقف تطور حتى تضرب في المدارس الآن الأطفال منعوا ضربهم فكيف يأتي واحد يززوج فتاة أو امرأة ويضربها والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة في التعامل فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه أنت أيها الرجل ما ترضى أحد يضرب أختك ولا ابنتك فكيف أنت تأذن لنفسك أن تضرب ابنة الناس وأخت الناس هذا لا يجوز بل عليك أن تتعامل بالحسنة افرض شخصيتك عليها بحيث أنك بالكلمة تسمع منك بالنظرة تسمع منك لابد ضرب فإن كان لابد من الضرب الذي ذكره في كتابه فيكون ضربا يعني غير مؤذي وإنما هو للتعذيب وليس للتعذيب لا يشق جلدا ولا يكسر عظما هذا هو التوجيه الصحيح إن شاء الله لهذه الآية وليس المراد أن يضرب طالع النازل فهذا من الإذاء المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وتذكر أنك كما تريد أن ناس يعامل بناتك أو أخواتك عاملهم كذلك حب لأخيك ما تحب نفسك ومفهمها الحديث وأن تبغض لأخيك ما تبغض لنفسك كما أنك تبغض أن تهان ابنتك أو أختك أو تضرب أو تلعن أو تشتم فكذلك عامل الآخرين بمثل ما تحب أن يعاملوك فإن شاء الله هكذا يسعد الزوجان والله الموفق ترجمة نانسي قنقر